نستهل قراءتنا في صحف أوروبا الصادرة يوم الجمعة بفرنسا حيث كتبت لومون أن اللجنة البرلمانية التي تحقق في دور دونالد ترامب في الهجوم على مبنى الكابيتول صوتت الخميس بإجماع أعضائها على استدعاء الرئيس السابق ليمتل أمامها وأضافت أن ترامب ندد بهذا القرار وتسأل عن سبب عدم استدعائه للإدلاء بشهادته أمامها في وقت سابق وبإسبانيا اهتمت الباييس بإعلان روسيا تقديم مساعدتها في تنظيم إجلاء سكان من خرسون في جنوب أوكرانيا بطلب من الإدارة التابعة لها في المنطقة في دل الهجوم المضاد التي تشنه قوات كيب وأوضحت الصحيفة أن السلطات المنصبة في خرسون طلبت من موسكو يوم الخميس تنظيم إجلاء المدنيين من المنطقة التي أعلنت روسيا ضمها نهاية شتنبر في بريطانيا أفادت The Guardian أن وزارة الدفاع البريطانية ستزود أوكرانيا صواريخ إضافية مضادة للطائرات بما في ذلك وللمرة الأولى دخيرة قادرة على إسقاط صواريخ كروز وأوضحت الصحيفة أن بريطانيا ستزود كيب في الأسبوع المقبلة بصواريخ أمرام لاستخدامها من قبل نظام الدفاع الجوي ناصامس الذي تعهدت الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا به وأخيراً بألمانيا أشارت ديفيلت إلى أن المستشار الألماني السابق أنجيلا ميركل غير ناديما على جعل روسيا مزوداً رئيسيا للجازي لألمانيا خلال عهدها الذي استمره 16 عاماً واعتبرت الصحيفة أن اعتماد ألمانيا على التاقة الروسية أصبح نقطة ضعف لبرلين في إعقاب غزو موسكو لأوكرانيا